هل فعلنا أن هناك بنوك بريطانية تودع فيها أموال فساد أموال سرقة يعني السياسيين يسرقون المال ويدعوها بنوك بريطانية وإلا مصحح هذا الكلام فأولا أني أدرك أن الفساد مشكلة كبيرة في الإراك نعم وكنني حوار في كلاب هاس كابل شر عن هذا الموضوع مع الإراقيين مع الإراكيين ما تقربا ألف من الصحيح أنا ألف إراكي وأني سمعت مباشرة أن هناك إرادة كوية لإجاد حل في هذا المجال فأكيد هناك مشكلة كبيرة فيما يخص الدور البريطاني في هذا المجال أنا سمعت الاتحامات أن هناك أموال من الإراك داخل البنوك في بريطانيا ندرس الآن كل الدليل في هذا المجال تعرف أن في بريطانيا عندنا دولة حكم القانون صحيح عندنا تنفيذ حكم القانون في بريطانيا فندرس كل الدليل وأيضا كان في بيان من كبل وزيرة الخارجية البريطانية كابل إسبوعين أن الآن عندنا نظام لتنفيذ عقوبات ضد الناس فاسدين في العالم وفي العراق أيضا حتى الآن لا يوجد عقوبات ضد الإراكين بس في المستقبل في الإحتمال أن رحكم في عقوبات ضد الفاسدين في العراك ندرس كل الإمكانيات والإحتمالات في هذا المجال ندرس كل الدليل وأنا متأكد أن نحن رح نشوف إجراءات ملموسة في المستقبل لأنه ندرك أن هناك مشكلة كبيرة داخل الإراك وأيضا سمعت كل الإتحامات أن الأراكيين يريدون دور أكبر من بريطانيا في هذا المجال